اشتركوا في القناة من قصر مكة رافلز ونحن نطل على هذا البيت ونرى هذا المنظر لهذه الكعبة الشريفة ولا نجد في صدورنا إلا أن نلجأ إلى ربنا عز وجل أن يرفع هذا الوباء وأن يجعل هذا البيت الحرام ساحته ملأ بالطائفين والعاكفين والركع السجود فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي خير مسؤول في لقائين ماضيين وقفت معكم متحدثا عن خصيصة التحريم تحريم هذا البيت وتحريم هذا الحرم الحرم هذه الكلمة العظيمة التي إذا ذكرت على الإطلاق في القرآن أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مصطلح الشرع فلا يقصد بها إلا حرم مكة ولا يطلق مصطلح الحرم على الإطلاق إلا والمراد به هذا الحرم الآمن حرم بلد الله الحرام هذا الحرم الذي الله سبحانه وتعالى قضاه وقدره يوم خلق السماوات والأرض فالتحريم للبيت والتحريم لحرم البيت قديم يوم خلق الله السماوات والأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وقال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فالذي حرم هذه البقعة الله ولم يحرمها الناس عرفنا ما معنى التحريم للبيت وما معنى التحريم للحرم هذا التحريم للبيت ولما حول البيت نعلم أيضا أن البيت محرم وما حول البيت حرم وأن هذا الحرم له حدود تفصيله عن الحل هذه الحدود هي تلك الأعلام التي ما كان داخلها من جهة الكعبة فيسمى حرم وما كان خارجها من الجهة الأخرى فيسمى الحل تلك الأنصاب من الذي وضعها من الذي حدد أماكنها إن لذلك خبرا وخبر عظيم إن تلك الأنصاب وتلك الحدود وتلك الأعلام إن أول من وضعها هو رافع قواعد البيت هو خليل الله إبراهيم فإن الله عز وجل بعث له جبريل عليه السلام ووقف معه فكان جبريل يبين للخليل إبراهيم مكان موضع حد الحرم والخليل إبراهيم يضع الأحجار لكي يتبين موقع الحرم من الحل إنها أنصاب أعطت تميزا لهذه البقعة المباركة فارقت بها بلاد الدنيا بأكملها فهل في الدنيا مكان حددت حدوده بوحي من الله ويكون وضعها ويكون وضعها يشترك فيه سيد السماء من الملائكة جبريل عليه السلام وإمام أهل الأرض خليل الله إبراهيم هل في الدنيا مكان له مثل هذه الميزة ثم نجد أن النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين يسير على طريق الخليل إبراهيم فيما يتعلق بهذا الحرم وبهذا البيت فيوم أن تمكن من هذا البيت وفتح هذا البيت كان من أول أعماله في عام الفتح أن بعث من جدد أنصاب الحرم وكانت قريش تعلم حدود الحرم فإذا تجديد الأنصاب أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الحرم عظيم وشأنه كبير فلذلك هذه الأعلام والتي ربما وقف أو يراها الإنسان الداخل إلى مكة من خلال تلك المداخل الرئيسة بينما لا بد أن ندرك أن الأعلام تحيط بالحرم من كل الجوانب وأن اللجنة التي شكلت بقرار وبمرسوم ملكي وظلت تعمل مدة ثلاثة عشر عاما لتقف على تلك الأعلام والأنصاب التي وضعت في هذا التاريخ الطويل فوصلوا إلى ألف ومئة وأربعة عالم محيطة بهذا الحرم العظيم هذا الحرم الشريف فإذا هذا أيضا من معاني التحريم من معاني تلك الخصيصة العظيمة لهذا البيت الحرام تحدثت في اللقاء السابق عن مظاهر التحريم في بعدها القدري ولعلني أيضا هنا أشير إلى مظاهر التحريم في بعده التشريعي فمن مظاهر التحريم التشريعي أن من سكن هذا الحرم فإن هناك أمورا يمتنع عن فعلها من ذلك لا يجوز قطع شجر الحرم ما نبت بماء المطر وما نبت لوحده فلا يجوز قطعه داخل الحرم لا يجوز تنفير الصيد في الحرم فأيضا لا يجوز صيد الصيد فتنفير الصيد لا يجوز يقول عكلمة مولى بن عباس تنفير الصيد أن ترى الطير تحت ظل الشجرة في الحرم في الظهيرة فتأتي إلى الظل فيطير الطير فيعتبر ذلك من التنفير المحرم سبقك إلى الظل فهو أحق به ومن ذلك أيضا أن اللقطة لا تؤخذ بمكة إلا لمن عنده القدرة أن يعرفها طول الحياة أو يبقيها في مكانها أو يصلها إلى أماكن الأمانات أما أن يأخذها لنفسه فهذا لا يجوز إذن هذه من معاني التحريم التكليفي من قصد مكة لحج أو عمره لا يجوز له أن يصيد لا يجوز له أن يحلق شعره لا يجوز له أن ينكح ما دام أحرم ودخل في الإحرام وقصد هذا البيت إذن هي ممنوعات لهذا الإنسان وكل ذلك لتبقى هذه البيئة الآمنة وهذا البيت الحرام وهذه الأرض الحرام رمزا للأمن ورمزا للإجلال والتعظيم في نفس المؤمن نحو هذا البيت المحرم أسأل الله أن يكرمنا وأن نؤدي هذا الحق العظيم لهذا البيت المحرم إنه جواد كريم وإلى لقاء ووقفة أخرى مع خصيصة من خصائص هذا البيت المحرم وإلى لقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة